مساء الخير متى يحين الوقت لإنجاز خطة التعافي؟ ومتى يحين الوقت للخروج من النفق النقدي الذي تمثله السياسات العشوائية وغير المنطقية التي يديرها مصرف لبنان؟ متى يحين الوقت لإزالة العقبات التي تعترض طريق الحل المطلوب للبنان سياسياً واقتصادياً وإجرائياً وفنياً؟ إذا كان حل الأزمات عادة يقع في مضمار السياسات العامة للدول والتي تتعامل مع حاجات المجتمع ومشكلاته؟ يصبح السؤال ما هو الأساس الذي تبنى عليه السياسات العامة في لبنان؟ وهل هو استجابة تلقائية للنظام السياسي القائم؟ وإن هي المعايير المتفق عليها اليوم لتعويم مخرجات السياسات المطلوبة؟ بالأمس طويت صفحة الانتخابات النيابية وتم الإعلان الفعلي ورسمي عن نتائج هذه الانتخابات بعد حفلات تبني الأكثرية التي شهدها اللبنانيون مباشرة على الهواء رئيس نبيه بري أعاد رئيساً للمجلس النيابي لولاية سابعة دون انقطاع واكتملت عدة هيئة مكتب المجلس الجديد بانتظار تشكيل لجانه الثلاثاء المقبل فماذا بعد؟ وماذا عن استحقاق تشكيل الحكومة المقبلة تكليفاً وتأليفاً؟ وهل نحن على أعتاب مرحلة انتقال من حال الانهيار إلى حال التعافي؟ ومتى يحين وقت تحرير اللبنانيين من جنون الدولار وقفزاته؟ ضيف هذه الحلقة من 90 دقيقة رئيس تحرير مجلة الأعمار والاقتصاد الخبير الاقتصادي دكتور حسن مقلد أهلا وسهلا فيك دكتور ونشير إلى أن هذه الحلقة تنقل مباشرة أيضاً عبر أثير إداعة الرسالة فأهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا ومستمعي إداعة الرسالة إلى هذه الحلقة من 90 دقيقة وأهلا وسهلا فيك دكتور حسن طوالت الغيب هالمرة بعدك كثير الأسفار إلى روسيا مصر على شو؟ لا والله الجزء كبير كان أسفار بس جزء كبير كان مش خلص الحكي بس يعني يعني يقست؟ ما يقست؟ لا تعبت أكيد تعبت ما يقست لا بس أنه في مرارة استثنائية بس كون مش بس أنا يعني كتار 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 يعني حكوا كتير عن هذه المرحلة اللي واصلن له قبل ما تصير وبس صارت حكينا كتير حول كيفية إدارتها أو كيفية الخروج منها حتى يعني اليوم بعد سنتين من وقوع الانهيار يعني يعني الإعلان عنه ووقوعه إلى آخره ولا إجراء ولا كأنه في شي يعني ولا كأنه في حدا معني يعني ما في جنس مسئولية بالموضوع ها شو نسميها حالة إنكار؟ لا مش حالة إنكار هذه خيار هذا لا خيار خيار بس يعني هيك ستوقفني بالمقدمة اللي تفضلت فيها خطة التعافي لايك شو هالعنوان الحلو خطة التعافي نحن عم نموت ولايك خطة التعافي وهي الخطة التعافي ما بتشبه التعافي بشي يعني هي هي اليوم ما بتلامس الأسباب اللي وصلتنا لهون لا تلامس ليك كل هذا الانقسام حول هذه الخطة يعني بين مؤيد وبين معارض أنا ما عم بحكي عن انقسام عم بحكي قبل 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 بكتير يعني قبل قبل مع ولا ضد أول أول ملاحظة المشكلة الأساسية بالاقتصاد يعني عم بحكي هون تحت سقف السياسي المشكلة أكيد بالسياسي كتير كبير بالخيارات السياسية المشكلة بالهوية المشكلة بالتركيبة النظام اللي خلص كربج يعني كربج انتهى من الالفان وخمسة انتهى وبعده جسة ما عم تلاقي مينة فينا كل هون مزبوطين بس إذا عم نحكي على مستوى الاقتصاد المشكلة بالاقتصاد طب اليوم كل هالخطط اللي عم تطرح أو خطط مالية أو نقدية أو خطط إلها علاقة بالمشارب المالية والمصرفية لا وأهضم شيء أنا بالنسبة لإليه يعني وأكيد هو المبكي المضحك يعني لكل الناس بيطلع حدا بيعمل لك أصايد وزجل إنه ضد الخيارات الماضية بس قمشوا على صندوق النقد ولك يا حبيبي ما صندوق النقد هو بي وام كل هالخيارات الماضية بمعنى شو حماية كل هذا الموديل الاقتصادي هو الموديل الاقتصادي اللي عمل كل هالخيارات اللي عملت كان بعد نقصوا هيدا الموديل شغلي ووحدي بس يبيعوا أصول الدولة هيدا الشيء الوحيد اللي كان نقص بلاشنا نصبه نغمه طبعا ولي حاولوا مرة واثنين وثلاثة هلأ تحت شعار أنه عم نغير وعم نطلع من هيدا الموضوع يمشوا على الصندوق اللي صندوق قلنا كبوا أصول الدولة يعني لهيدا سبع مقول خطة تعافي إجراءات حلوية بتسمعي كلها كلام يعني يلطيف هلأ الصيف جاي طيب أوكي الصيف جاي وأكيد كتير إيجابي يفوت مصاري ويرجعوا على المغتربين ويجي سواح وكل شيء بس شو ما نعمل به المصاري يعني نحن السنة الماضية هاي السنة الكارثية على البلد فتسع مليارات دولار على البلد شو عملنا فيهم شو عملنا فيهم يعني أو ضربنا فيهم أو ما بعرف شو عملنا فيهم نحن اليوم خسرنا عشرين مليار دولار من وقت إعلان التوقف والإنهيار لليوم كرميل شو روح نجيب ثلاث مليارات دولار هول عشرين مليار دولار لبلد مثل لبنان بين عمل فيهم عجيب مش هلأ بعد فيه 14 مليار دولار لشو عم نكبهم بالطريقة العم نكبهم فيها اليوم يعني أنك هم تقول كان فيه قرار متعمد لصرف كل هذه الأموال من أجل الوصول إلى ما وصلنا إليه لا ما بعرف إذا كان في حدا عباله يوصل لهون ولكن عباله بعد ما قادر يعيش إلا ما يسرقهم بطريقة من الطرق أو يستخدمهم بطريقة من الطرق وبعد وبعد لحد هلأ لشو تغير شو تغير مبارح وأول مبارح نحط بالبلد 430-440 مليون دولار بخلال يومين لازم الدولار يزمي نهارة عم بحكي يومين اللي فتحت فيها الصيرفة شو اللي صار اللي صار من مبارح الظهريات دارت المضاربي بطريقة مجنونة مجنونة دارت المضاربي ليش لأنه بدل ما يروحوا يدفعوا للناس دفعوا لهم 40% أو 50% من مستحقاتهم ورحوا يحطوهم بسندق وبلشوا يضاربوا عليهم بطريقة من الطرق بس أنا عم برجع للمفتاح الأساسي للموضوع المفتاح الأساسي أنه ما معقولي بكون في عنا رؤية اقتصادية وخطة اقتصادية يعني وعنوانها بسيط جدا يلي هو اللي هو الانتاج محل الراع هيدا هو يعني شو الاختراع العظيم يبدو أنه أنت كمانا لتروح إلى إذا بدك يعني هذا الاقتصاد المنتج يبدو أنه هناك الكثير من العقبات تحول دون التحول إلى هذا الاقتصاد والدليل أنه نحن ما قدرنا نروح إلى يعني تفعيل ولا قطاع من قطاعاتنا الانتاجية ولا الاعتماد على ذاتنا لأنه بكل بساطة بعد الفئة المتحكمة بقرارات الدولة بقرارات الحكم كله سوا هي جزء من هيدا المنظومة المالية لإسمها رائع وأنا أعطي مثل ما في أسخف منه صارنا عم نصرخ سنة وشوي بموضوع الدواء مش هيك صحيح ما الدواء منستورة مليار و 400 مليون دولار إذا نخفضها لا قبل أن نخفضها المليار يا شو كان هلأ يعني في شيء بدعينا بدل ما نظلنا نعمل هيدا العملية نقرر نحن هو عم نعملها بالحد المتوسط لا الأدنى ولا الأعلى منها نخصص 200 مليون دولار دعم حقيقة لصناعات الإدوية اللي كانت فيها تأملنا خلال من 3 شهر ل 6 شهر بتأملنا كل الفاتورة الدواء اللي احنا محتاجينها عن جهد كنا وفرنا هالمليار و 400 وصارت الناس فيها تاخد أدوية وبسعر كتير معقول تبع عندك تفسير منطقي ليه يعني طريقة إدارة الأمور ويعني التصور إذا بدك ليه هيدا الحل نحن عايشين وآخر شيء فيه جواب على الأسئلة المطروحة شوفي سنة 1991 أنا عملت دراسة هي إلى علاقة بتبدل ملكيات القطاع المصرفي بلبنان حسب ميزان القوى السياسي وفت عليها لأنه مضطرفت عليها ومنشورة بمجالة الطريق دراسة كاملة تبدل ملكيات القطاع المصرفي اللي أنا عمقول الوقت كاننا طلعين من التعسر المصرفي اللي عمقول في ميزان إيوة بالبلد هذا الميزان الإيوة دايما إله علاقة بيعيكس حاله فعليا بالميزان التركيبة المالية بالبلد بالدرجة الأولى طيب إذا واحد بيأخده هايك مثل اسكنر وبيتطلع عليه بيتطلع بيشوف بيشوف تماما كيف القطاع المصرفي كان وقته وبعدان تطور وتغير يعني بين هلالين بشكل إنه ملكيات الفعلية هي بين الطبقة السياسية وبين مجموعة بتشتغل بكل مجالات الاقتصاد طيب هيدا القطاع المصرفي قطاع الدواء اليوم قطاع الدواء موزع مثل الطوايف والمزاهب مثل القوى السياسية هيدا لألك وهيدا لألي قطاع المحروقات نفس الشي هيدا التركيبة لمخلي البلد يكون عبارة عن تقاسم حقيقية تقاسم ملكيات بين القوى السياسية وبين الناس اللي نظريا تشتغل بالاقتصاد أو اللي كانت تشتغل بالمال تاريخيا وبعدان فاتت على هيدا يعني صاروا شركة سوا لحد اليوم لهول شعرين انه مضطرين يعملوا تبدل حقيقي أو يخلوا آلية معينة نظامة معينة آنونة معينة يقدر يفصل بين المصالح الشخصية والمصالح العامة بين أنا دوري كمسؤول وبين أنا دوري كمواطن وإلى آخر يرقضي هذا السبب كنا نشوف على كل الوقت ما حدا مستعد يأخذ إجراء جدي لتنظيم عمل القطاع المصرفي ما حدا من يأخذ قرار جدي لتنظيم عمل قطاع الدواء ومنع الاحتكار ما حدا مستعد يقرب على المحروقات ما حدا مستعد للأسف يروح للآخر بقضية مثل المصفيت المصفيت كنا نشتغل عليها لكانت أد برنامج صندوق الناد بلك على خمس ست مرات هول مش أغبية هول كتير أزكية بيعرفوا أكتر منها بس هو أكيد يعرفوا مصلحتهم وما اعتبرين لليوم ميزان القوة بيسمحلون يبقوا عم يمشوا بمصلحتهم لو كانت على مصلحة البلد وعمتنها بالبلد ويكفوا فيها ولو كان على انهيار البلد يوم يعني آخر شيء انهيار البلد يوم اللي بلش بـ 17-10 بس بلزتات الناس على الشارع بغض نظر شو الخلفيات ومين عم بيحرك بس عم بيحكي أنا كان في حقيقة وجع خلى الناس تنزل على الشارع الناس المدفوعة بإيمانها بأضيطها والناس المدفوعة بفعل السفرات عم نحكي عن كل شيء ولكن الحقيقة الموضوعية انه كان في وجع خلى الناس تنزل على الطريق لا تعبر عن هذا الوجع لا تعبر بشكل الأشكال كانت الفكرة اللي عم حاول أقول أنا انه يوم اللي نزلت الناس كنت عم بيسأل انه لو على حساب اليوم انهيار البلد ايه عفوا هدى هدى الفكرة عفوا شكرا شكرا اللي كنت عم حاول أقوله انه هيدا التغيير اللي مطلوب عن جد الطبقة السياسية خافت بس شافت الناس للزيد وكانت مساعدة تعمل تنازلاته شفنا استقالة حكومة الحريري شفنا مئة ألف شغلة بس هي الاستقالة اجت يعني اذا بدك بناءا على ضغط الشارع ولا بناءا على ضغط الخارج لا رحكفينا شغلتان رحقول رحقول شافوا الشارع عام البلوك وشافوا الخارج بدو وكأنما الخارج بلش يفكر لأول مرة بالاستغناء عن هاي الطبقة السياسية وإيجاد بديل لقلاء من خلال الانجي اوز وإلى آخرين اللي بدو يعملها بالمرحلة الأولى كانوا جاهزين يعملوا هيك بعد شوي أنا رأيي وهربوا أموالهم يعني هو الشهيرة قصة التحويلات وإلى آخرها ولكن بعد شوي يرتاحوا وبطلوا مزعوجين ليش بطلوا مزعوجين لو صار فيهم يستسمروا بالانهيار صار بكل بساطة هني عندهم قدرة مالية وشاف عم بشوفوا هذا الخارج وانطلع الواحد بشنكر شو حكا وبديفد هال شو حكا يعني حتى الخارج شاف أنه المنظومة قوية لدرجة وهو البدائل ضعاف لدرجة أنه خلينا نعرفه أحسب نجيب ومن ناحية تاني صار سعر الأصول أقل بكتير وهني معهم مصاري وهني عندهم النفوذ وهني عندهم الطوايف لهذا السبب أنا اليوم برجع بجدد شبابي من جديد بكلفي أقل بكتير وأنا اليوم الانهيار صار لمصلحتي اللي كان عم بقول الكهربا بيعوها بدولار صار أمر واقع بيعوها بدولار صار اللي بيحمل بيملك دولار عن جد بيقدر يفوت ويحاصص فيها لهيدا السبب الهلع اللي شفناه بين هلالين بالمرحلة الأولى اتحول للتدجين ولترويض بالمرحلة يعني هون عن جد حولوا لفرصة وهذه الفرصة تم استثمارها للآخر مثل ما حدثتك عبدوه دايما الأقوى دايما الأقوى عنده إمكانية التكيف مع الظروف وبيحولها لفرصة للأسف هني الأقوى إلا أنه عندهم الأدوات أخر شيء عندهم الإدارة عندهم الإدارة عندهم كل شيء وعندهم العلاقات وعندهم القوة وعندهم تجيش يعني عندهم كثير أدوات يعني تقول جددت هذه الطبقة شبابة انطلاقة من 17 سنوات والبدائل ما كانت موجودة يعني البدائل كانت متفرقة كثير والبدائل للأسف الشديد جزء كبير من البدائل كان مرتبط جزء كثير من البدائل كان عنده أجندا كمان خارجية وأكبر دليل أنه حولوا الأولويات اللي كانت موجودة يعني أنا دايما أقول يعني في حدا يعني أنا على المستوى للشخصي فيه يقول أنه خيارات المقاومة خيارات الإسرائيل ده مش للنقاش إذا بالقضايا الداخلية عليها نقاش في البعض ما بينقش بالقضايا الداخلية ما بينقش إلا بالخيارات الأساسية اللي هي عملت عن جد هلا نردنا على كل الناس لو لها ما كان في صار استقرار حتى للشيء اللي بين هلالين اللي عشناه بالاقتصاد ما كنا عشناه وما كنا نقدر نردع هلا بكتير شيئات مدنة نحمي أضايا كتيري ولكن بس غيرك ما يشوف إلا هيدا اللي انت شايفتيه مصدر قوة وينسى كل شيء انت متشوفيه مصدر ضعف بتصير الناس تصطف بطريقة مختلفة أو بتقضع جنب وتتطلع طيب في ظل كل هذا الانقسام اليوم فيه إمكانية بعد لإيجاد حلول طالما كما حضرتك عم بتقول يعني كأنه فيه قرار فيه تعمد بعدم إيجاد هذه الحلول لأنه هناك اليوم من يرى أنه مصلحته الشخصية هي اللي يجب أن تسود على المصلحة الوطنية وعلى المصلحة العامة دكتور المؤسف 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 برجع بعيدة عشرين مرة نحنا بين الخمسة وسبعين والتسعين عشنا حرب أهلية طاحنة أول ما إلى آخر ما كان حدا من هالأطراف الداخليين عنده كم من العقلانية للحد الأدنى ليقول أنه آخر نهار رح نقضع طاولة ورح نرجع نتحاور عنها لحظة الإجاد الضو الإقليمي والدولي مثل الشاطرين راحوا على تسوية ما حدا بدوا إياها قبلوا فيها وعاشوا فيها ونسجموا فيها ومش الحال ولحظة رن الجرس الإقليمي والدولي يعني شباب راقعوا صاروا اللي بيعملوا أصايد بسوريا ضد سوريا واللي كانوا مدروان رجعوا إلى آخر المؤسف أنا عم بقول لأنه بقول أنه أنا مني شايف وإن شاء الله كون غلطان بس مني شايف أنه فيه إمكانية لتسوي بقلب البلد جدية إذا ما صار فيه تغير إقليمي ودولي هذا التغير الإقليمي بلوني الجرس لتسوي كني مال هيك أنا ما تعطيت مع الأنتخابات النيابية ولا لحظة بأي معنى؟ ما تعطيت يعني لم تنتخل؟ لا ولا انتخل يعني كله هو المصارى لسبب يعني جوهري إذا رجبت التسويه هولات اليوم اللي بدون يشيلوا سلاح المقاومة ومدري شو يعملوا فيه واللي خادوا معاركهم على هذا الأساس أو تحت هذا العلمين بسيروا عبكرة الصبح عم بيطبلولوا الأسلاح إذا صار في تسويه بيطبلولوا؟ أنا ولو ما تذكري يعني تذكري بعد الألفان وخمسة والحلف الرباعي تذكري بعد السين سين يعني يعني بعد ما نحكى يعني بالقيادة السورية وانحكى يعني اللي ما بي نحكى شفنا مشهد السفارة والإستقليم يعني مليون ألف شغلة الواحد بدوا يحكي فيها طبعا حتفال السفارة معلم من المعالم كان هيك يعني صارخ معلم معلم من المعالم اللي تدرس عن جد تدرس الكلام بالسفير السوري علي عبد الكريم علي من الناس اللي بعدان بطل بالدنيا إذا واحد بس بيتطلع القصائد اللي عملوها فيه وبدوره وإلى آخره بيشوف القصص كيف القصد إنه لحظة التسوية ما تدق بتركب تسويه بالدلد طبعا هلأ المشكلة أي تسوية وأنا هون بيتجعب إليك يعني هون عوضي لك كلمة خطة التعافي في ناس بعضهم مقتنعين وقالوها علنا إنه بكرا إذا رأني جرس برا وبدنا نتوافق بكبولنا شوية مصاري بيرجع المدالب يمشي وكف الله المؤمنين شهر القتال القصة مش هيك القصة إنه هيدا المدالب مركب غلط بالأساس مركب غلط ما بعثت يعني يعني الأبدو براي بس إجا وبعثت أرفد بس إجت يعني قبل بكتير من السلاح المقاومة وقبل كتير من الحرب الأهلية اللبنانية الـ 75 ولكن إجا مش مظبوط قال خلوها مثل ما هي قال إنه مركب غلط وعوجة إذا لم تكن تعملوا شيء خلوها مثل ما هو بس هو شخصها قال قال شو ما صايبة من وقتها بقي تراكم وتركب وعلى كل علاتها كانت ماشي بس اليوم وصلنا لمحل ما فيها تمشي ما فيها تكفي المراهنة اليوم إنه هيدا التسوي بتجي وبتقطع لنا إياها مثل ما هي وهذا أنا بلك يعني يمكن يريح الناس شوي يعطي أكسجان شوي العلم محتاجته بس خطورته أنك عم ترجع يتبني على نفس الموديل الغلط اللي فيه انفجر وبيضله لغم الناس يعني مثل إمبلي موقوطي الناس حاطتها للحظة تفجرها وتفجر كل الموديل مثل ما صار بالـ 2019 وقت ما شفنا الموديل تبشو صوب الإقناع اليوم إذا بدك القيمين على هذا الموديل بأنه هيدا الموديل لم يعد يعني خلاص وصل لمطرح انتهى مثل ما حدرتك عم بتقول بالتالي حتى الريهان اليوم على أي تسوية خارجية يمكن بيعيشنا لفترة محددة وبعدين بدنا نرجع نصطدم بنفس يعني المشكلة اللي وقعنا فيها هي عملية ميزان قوة بالأول يعني النقطة الثانية ويبدو يبدو بميزان القوة يعني أول شي صار فيه بعتقد يعني بحكم الأمر الواقع صار فيه يعني قناعة أنه هذا أول شيء الموديل السياسي ما عاد يمشي أول شيء نحن نحكي عن نظام السياسي للقائم ما هو كله يعني أنا بعتقد بعتقد هايدي خبرية اليوم لو جبتي أحسن جوهرجة بالعالم يعني زينة مثل ميزان الدهب ما عاد تركب هايدي التركيبة الطائفية بهذا الشكل اللي عم تركب فيها بهذا الميزان يعني في حقائق بالعالم كيف عم تركب؟ عم تركب لتعطل مش عم تركب لتمشي لا ما في إمكانية اليوم للتفاهمات والتوفقات عم قول بدنا عقد اجتماعي جديد إذا بدنا عقد اجتماعي عم قول شو بدك هلأ برأيي أنا بس يجي ماكرون يقول أنه لازم نعمل هايك بس يجي الدنيا كله ديفيد هال اللي هو رعيه نقول ما عاد تركب بس كل العالم تقول ما عاد تركب بس العمل أصلا الدوحة شو معناتها؟ معناتها أنه خلاص وصلنا لمحل خلصت سينكلو الأول وهلأ نحكم الثاني حديث عن مؤتمر تأسيسي شو ما كانت المقاربات لأله في تسليم بشغلة أساسية أنه هيدا المودال انتهى روكب لدرجة وانتهى هيدا بالسياسي بالاقتصاد نفس الشي ما عاد بيقدر البلد يمشي على الراع وبمودال مالي هو مسيطر على كل شي ما عاد في بلد بالعالم حجم تركز الاحتكار فيه مثل حجم تركز الاحتكار في لبنان ما عاد يمشي ما عاد يركب ما عاد يركب اليوم أنه هادي الوكالات اللي ألغوها والله ما ألغوها شو عملوا فيها بس هادي تركيبتها كبصمة من بصمات نظام بلبنان ما عادت تركب بكل قضايا ما عاد يركب بلد مكشوف 87% منه للخارج كلهم دولر هو ما عنده مطبعة الدولار وما عنده إنتاج لا يصدر ويجيب دولارات لا ويجيب سياح ويجيب دولارات كلهم ما بيركبوا لأنهم كلهم ما بيركبوا هؤلاء بيوصلوا لمحل انه تسويه تعمل تسويه هلأ في مشروع تسويه قائم في قواسة مشتركة قائمة ما عاد السؤال اليوم أنت عن ناصرك الداخلية تقدر توصلك الى هذه التسويه لحدتك عم تشكي عنه أنا يعني كل رهاني من فترة مش من هلأ بس أنا كنت عم شوف انه في مؤشرات برا عم توحي انه في حراق اقليمي تسويه ما تسير بعد كل هالحرب الكونية على سوريا واللي كانت أساس واللي ممكن اليوم توصل لخيار جدي بسوريا أفضل بكتير بالعراق اللي عم بيسير باليمن اللي عم بيسير كل هالحوار تحول القائم على صعيب المنطقة اليوم ما معقوله ما يطال لبنان ولبنان لبنان في ميزي انه في قوة لبنانية موجودة فيه هي عنصر فاعل عمستوى كل هالسلحات عم تحكي عن المقاومة بشكل أساسي طبعا لهيدا السبب في امكانية اللي تتأخر شوي وصوله للمزيد من الضغطة تتوصل هيدا الرهان انه بس المشكلة التانية اللي بيصير اذا احنا بالدخل ما كنا حاضرين وما كنا مقتنعين بحكم المصلحة وبحكم الخيارات انه ما عاد فينا نتقاصم البلد ونتعاطف فيه مثل ما عم نتعاطف فيه منرجع منولد الكرسي او منرجع منقول لانه عاجزين كنا عن تفاديل الازمة وثم عن الانهيار وإدارته فأفضل حل اليوم منكفي بهيدا الطريقة بأي حلول ترقيعية سطحية هيدا احتمال جدي وكارسي وهيدا احتمال انا بيليك لكي البساطة كل القواد والاستثناء ببرامجها الاقتصادية والاجتماعية سواء هيدا اللي بتطعط عن لفيه برامج شفت برامج لفتك انه فيه وجود هذه على البرامج عمو الكرمال هيك يعني اليوم الاولوي مستعدين يقاتلوا على منصب لو بدوا يخربوا البلد بس في حدا مستعدين يقاتل على مشروع طاقة شمسية مثلا او على مشروع مصفي على القليل هوا مشروعين صرنا سنتان بنشتغل عليهم مش يوم ويومين نعمل ما بينعمل عليهم وقت الجد حسينا يعني حسينا بالملموس انه كله بدوا يقدفوا طبعا مش كله في قوة مهتمة جدا بالموضوع بس بشكل عام ما شعرنا انه هيدا يعني عنده قدسي بين هلالين او عنده قوة التمسك فيه الى درجة انه بينعمل حرب عليه او معركة عليه او بينفرط كخير حتى اللي حاملين شعار اليوم يعني الانتقال من اقتصاد الريع الى اقتصاد الانتاج دكتر حسن مقلد على الاقل اذا مش هلني كقوة سياسية بالمباشر على الاقل الادارات والوزارات بطريقة دولة كلمان هيك عم ميز لانه ما بيتنقى الوزير بعدين ما بتصيري تعرفي ولاقه عند مين كيف موزع ولاقاته يعني عم بحكي بشكل عام ها بيكون فيه عندك ادت ولاقات بنفس الشخص اكيد ولاو ما هو الهويات المتعددة بلبنان في واحد يكون نصه عند السفيرة صديقتنا نصه عند السفير تاني بمحل نصه عند هاي القوة ربعه عند قلوة السياسية عشرة بالمية منه عند صداقة بتاخده على محل اذا بلد رجع ركب وكيف بترجم ولاقاته لما بتكون متعارضة اذا بدك هاي الولاقات هوي وشطارته يعني الاتجاهات اوقات بتكون متعارضة ما فيه سجالات عم بتصير اوقات بالبلدة غريبة عجيمة ما فيه سجالات بتضحك فيه سجالات واحد بيكون مخبر واحد خبرية هم خبروا اياها تاني يوم هادا بيقوله اياها ببيانة بيوم فيها وبيطلع يعني فيه سجالات بالبلد وفيه كرنفال بالبلد يعني كتير كتير صاير يعني بعبر عن هذا الواقع انا بديلك شغلي بس انه لانه هادا موضوع بيستهل الحكا فيه عن جد يعني وحده والطريقة هي بس بدي يقول او عنا حجم خفة وارتهان استثنائي لدرجة لدرجة انه هادا الخفة والارتهان بتمفي صفة المسئولية عن اي مسئولة بيتعاطب ملف حساس هالقد او من ميلة تانية انه فيه اجندات مخفية لدرجة وفيه ولاقات مخفية لدرجة بتمنعها اقله 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 انا بدي اقول بس انا اليوم بس انطرح مشروع ببلد مثل لبنان اعلن هو التعصر يعني ما حدا بيتفركش فيه لانه للأسف لا عنده كفالة سيادية ولا عنده ضمانة ولا عنده ملاقة ولا عنده شي بدل ما المسئول المعني اي مسئول معني يعتبر شغلته وعملته هيدا الموضوع بيصير هو قاعد مكتف ونطر الناس يجيبوله على خدمته الشروط اللي بده اياها وبس تنجاب على خدمته بصير يعني بيقول ما بيحملها ومش وقتها وما شفتها وبعدها بيقول هيدا اهم مشروع بس اتبنوا مشروع مهم بده كذا كذا هم بيحكي مش عن مشروع واحد هم بحكي عن سلسلة مشاريع عن سلسلة مشاريع كانت هاي مشاريع لو واحد فيها مش مش فيه كان اكيد خفف عن الناس كتير طيب دكتور بس لما يسأل المعنيون يعني عن هذه المشاريع تحديدا كيف كتير من الاجوبة عم بتقول انه هيدا المشاريع بقيت اذا بدك يعني عروض ما اخدت الصفة الرسمية من دولة الى دولة وبالتالي مشان هيك الدولة اللبنانية لم تتعاطى معها على هذا الاساس معنا اكتر من خيار اكتر من عرض وبالتالي كان الجواب انه ما اجينا نحنا كحكومة هذا العرض بشكل رسمي من دولة مهتمة بشكل مفصل شو بتقول؟ انا فيه جواب جوابين اول شي جوابك امرأة بعام عن كل المشاريع وعلى جواب على المشاريع انا كنت مهتم فيها بشكل اساسي اول شي ما بعرف يعني اللبنان تاريخيا ما بيشتغلها من دولة الى دولة يعني ما بيعلمي اللبنان كل المشاريع اللي عاملها مش من دولة الى دولة هي او من مجموعة شركات او قطاع خاص ما عناك يتغنوا فرضة القطاع الخاص يعني وانا حاولت اشرح يعني علقالي اللي بهال ست سبع سنين اللي اشتغلت فيهم حاولت اشرح انه اذا حدا ناطر الصين كدولة تجي تعمل اتفاق استراتيجي مع دولة لبنان اخدت معهم مع ايران 24 سنة اخدت معهم مع العراق 15 سنة اذا هن يحبين يبلشوا النقاش خمسة عشر سنة في فرق بين تعمل من دولة لدولة مع الصين في فرق مع تجي شركات صينية مملوكة من الدولة الصينية شي تاني مختلفة بس تجي شركات صينية عليها القدر والقيمة بحكم المسؤولين اللي استلموا رسائل منها رسميا تجمع من عشر شركات ويقلك هني مين ثلاثة شركات منهم ناتجهم المحل يعني الشيف الدفار رقم الاعمال طبعهم قد ناتج المحلي طبع لبنان على ست مرات ثلاثة منهم يعني فيهم واحدة تقريبا 240 مليار دولار الشيف الدفار طبع السنوية عند 42 ألف موظف يعني هم نحكي عن شي مهول طبعا بس تجي تقول انو انا مستعدة اعمل كذا 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 ويقولوا انو وان الدولة يكونوا جايبين شي من مؤسسة ضمان القروض اسمه ساين وشور وان الدولة شي تاني هم بحكي بشكل عام بحكي بشكل عام بس يلما كانت تجي تقول انا مستعدة لمن كانت تقول انا مستعدة جابوا 17 يعني في وفق في شركة بعدت 17 مرة وفق طبعا 17 مرة على مدى سنتين ونص يعني انا بقلك مثلا في ناس طلعوا على مصلحة الليطانة طلعوا على البحيرة نزلوا اخذوا العينات مشوا على المجرى كله سوا هادي عملوها ثلاث مرات في ناس راحوا براموا على سكة الحديد خبرة فنيين وشافوا الوزير ومضوهن والوزير مذكر تفاهم اما ايوه طيب وبعدين شو كان الجواب بعدين ما اما هادي من الاجوب اللي بعدين بتصير انو نحنا بدنا اياهم من دولة لدولة بلك السفير مش مهتم كتير يخيين سالي السفير في دول اجا سفيرة مع الشركة ثلاث مرات وقال لك انا حكومتي داعم الشركة وانت بقيت مصر انو هادي قطاع خاص ولا قطاع عام والسفير شو كان عم يعمل شو كان عم يعمل زيارة بلش الحديث انو انا مكلف من قبل حكومتي بدعم هادي الشركة بشكل رسمي شو يعني عرض رسمي ولا مش رسمي انا عم بحكي على الاقل ببعض المشاريع انا اشتغلت عليها بس ليش الشركة تقدم اول مرة وتاني مرة وتالت مرة عروضات مكتوبة مع كفالة مصرفية بمليارين دولار مع نموذج عن اشغالها مع تعهدات بالباع بالاسعار قداش بس كل هول تعملون وتقل لك انا شاغلي الشغل طبعي الفني قل لي شو مواصفاتك انا على مواصفاتك عندي مواصفة اذا بتعجبك انا به ما بتعجبك انا بأمن لك مواصفاتك هادي بدي وقت هلقدي وهادي بدي وقت هلقدي وانا مرح ادفعك ولا فرنك لانو بدي اعتبارها هيك هادي شو بيكون جدي ولا مجدي انا سمعت الحديث اول مرة قال انو مانو جدي تاني مرة قال انو جدي واكبر مشروع بتاريخ الكيان ولكن هيدا بده فريق كبير يشتغل فيه لانو بده فترة طويلة بينما كانوا هن جاهزين الجماعة خلال شهر واحد يجيبوا غاز على البلد وقالوا هيدا الشي عم بعطي مثل بس لا اقول هلق اللي بده يتحجج يتحجج بالبده ايه الادارة يعني الارار السياسي اللي ما كان حابب الشرق ما حابب الشرق هلق بلحظة من اللحظات ابدالنا انو ايه تعاون طب ماشي الحال يعني طيب بس قالوا ان سيد نصر الله بخطابه ما قبل الاخير قال الخيار الشرق والغرب يعني كان قبل عم يحكينا عن خيار الشرق اليوم فيه خيار شرق وغرب اذا بدك شي بيشبه الواقع الدخل اللبناني بين هذا الاتجاه وذاك فيه ادرا اليوم انا شوف انا بعتقد فيه خطاب عامل سيد حسن نصر الله حكى فيه بالتحديد عم المصفية صحيح وحكى فيه بتفاصيل التفاصيل وحكى بالعروضات وحكى بالشركة يعني سمى الجيري وسمى الحي بعد شوي كان واضح وانا احتكاد بكل المسؤولين المعنيين كوني عم دير هذا الملف كنت عم بيحتك وعم بسمع يعني انو عم بسمع بالمباشر عم بيخبروني مش انو حدا عم بيخبرني يعني حدا عم بيقلي شو قالوا اي عم قلك انو لبنان منو جاهز اليوم بمسؤولي للأسف منو جاهز اليوم ليقدم على خيارات جدية مش عم قول شرقية جدية حتى لو خيارات غربي جدية لبنان مش ضيفة ضيفة للأقدام على مثل هذي الخيارات وااعتمادة هلأ بالمناسبة لأنه في منسوب ارتهان كبير لهذا الخارج هيدا بيبين بالشرق يعني هيدا بيبين أنه ما بنا نزعل الأمريكان بلا الصينيين وبلا الروس طيب بالغرب لش موضوع؟ لأنه في شي تاني كمان أي بني جدية الغرب اليوم أنا برأيي ما بديو يعمل شي باللبنان ما بديو؟ على الرغم من بعض العروض اليوم لشركات أوروبية وشركات ألمانية أنا رأيي ما هي الشركات اللي إجهت اللي إجهت قالت أنه هي عم تستخدم الشرق بالتمويل يعني فيه اندماج شغلة منيحة أنا عم بحكي هون عن الغرب كأرار سياسة اليوم اللي كان معنى 32 مليار دولار في لحظة من اللحظات وإجه هيدا الغرب فرض عليه أنه أنت ما فيك تستخدمه وعندك كان 17 مليار دولار على بنوك المراسلة أنت ما فيك تستخدمه وفي لحظة من اللحظات منعك تستخدم فرنك واحد لو ما يطلع سيد حسن يعمل خطاب ويقول توجهه شرقا اللي سمحوا لنا فيه هيدا اللي ما بدوا يعمل كل هون مش رح يسمح اليوم بمشاريع بالبلد وأكبر دليل أنا أقولك أكثر من هيدا طيب إحنا قدمنا مشروع عطاق الشمسية لا فيه شرق ولا فيه حدد فيه مستثمرين لبنانيين لبنانيين فيه واحد عراقي مستثمر عراقي ومستثمر كويتي واثنين سوا يعني أبعد ما يكونوا عن أي علاقة سياسية بالشرق واللي بيشبه الشرق طيب هذا المشروع يعني بعد ما اشتغلنا على وهلكنا فيه والآخر يعني ما حدا لك شو طيب هذا مشروع بيعمل 958 ميجا بقدم 700 ميجا وات كهرباء هيدا 630 مليون دولار كلفته غير الأرض هيدا كانوا قبلانين قبلانين بحالة الدول اللبنانية قبلانين يقبلوا الدول اللبنانية تتعهد بالدفع وعملين آلية لقالها بان سيرفوا بان العادي وماشيين بالمشروع طيب هيدا ما بيستاهل حدا يطلع يحط عينه عليه ويقول يا عمي هالمشروع بلك فيه إمكانية وعلى الأقل كخيار بديل يوم في ضل هذا الواقع اللي نعايشينا هيدا بالمودال الفني اللي مقدم بده عشر شهور تنفيذ عشر شهور تنفيذ أنا بأكد لك هذا نحن حكينا فيه أكثر من عشر شهور من أكثر من عشر شهور حكينا فيه وقلنا التمويله جاهز المشروع جاهز الشركة اللي نحن مش جايبينا تمويل يعني هون مش عم نحكي عن شرق جبنا شركة ألمانية وجبنا شركة صينية ما بيشبهوا بعضهم واستدرجنا إذا بدون ينفذوا لنا المشروع كيف ينفذوا بأي مواصفات وعطينا الخيار بس قدمنا عنا شركة هاك وعنا شركة هاك اثنينهم فيهم يتعونوا ويشتغلوا كل واحد ابتقنيه لأنه هو يجرد طيب أنه هيدا المشروع قال ما حدا فاضي يتطلع فيه مشغولين كتير لدرجة يمش فاضيين بعدها إجابين وشوشنا أنه طيب ما فيه كذا مشروع 11 مشروع ناس فلسوا وبطل معهم مصاري شاركوهن يخي ما بدون يشاركو جايين يعملوا مشروع في حدا بدون يعمل مشروع لازم يكون فيه شراكة لحتى يمر المشروع على ما يبدو طيب بس ما هول هول ما بيقدروا كتير يعني يعني يتفلسفوا طبع طبع بس عم حاول إليك لأول عم تعطينا أمثلة يعني عن أو نموذج عن كيف ماشي الأمور كرميل هيك عم إليك إنه حدا بدون يعمل خطة تعافي ويسميها تعافي من سنتين لليوم من سنتين ما قدر ياخد أرام كانوا عملوا كابيتال كونترول من أول يوم وخلصونا من كل هالخابرية مش طلعوا كل المصاري طلعوا وقت ما حكينا عن تطليع المصاري قامت لإيامي علينا أنه شو هالكذب شو هالكذب شو هالكذب شو هالكذب شو هالكذب فجأة اكتشفوا أنهم بلى هذا بيصير خلينا نطلع بفاصل دكتور ونواصل هذا الحوار ابقوا معنا مشاهدين الكرام نتابع تسعون دقيقة لهذه الليلة وضيفي دكتور حسن مقلد رئيس تحرير مجلة الإعمار والاقتصاد دكتور يعني ذكرت شيء كثير مهم فيما يتعلق بموضوع أنه اليوم فيه قرار غربي مثل محاضرتك قلت يمنع على الداخل اللبناني اتخاذ أي قرار للذهاب إلى أي نوع من أنواع التعافي خلييني أقول وقلت أنه على لسان اليوم شانكر ودايفيد هيل واضح أنه كمان هني عم بقولوا فيه استحالة بما يتعلق اليوم بهذا الواقع الواقع السياسي القائم سؤال كان ليه كل هذا الإصرار يعني على إجراء الاستحقاق الاستحقاق الانتخابات النيابية في ظل كل هذا الجو القائم وبالتالي ما الذي يريده الغرب بعد هذا الاستحقاق اليوم جاءت نتيجة كما يريد هذا الغرب من جهة وما هو المطلوب اليوم بعد هذا الاستحقاق برأيك شوفي بداية بالنقطة الأولى بس حتى الواحد يكون يعني إجا عشرات الأمثلة والنماذج كيف نحن ممنوع نعمل شيء هذا ما بيعفينا من المسئولية أبداً لأنه نحن نحن واجبنا نعمل يعني سواء كرمال أو خوفاً أو أي شيء ما بتشيل المسئولية وما بتخفف من المسئولية حجم المصالح الداخلة اللي بيتقاطع مع هذا الموضوع بس لا تدقها يعني أنا ما عم بعفي الداخل ولا ثاني من مسئوليته بس قادر يواجه هذا الداخل نحن راح نقول بس أنا بعطي مثل يعني بحكومة الرئيس حسان يدياب وقت ما سدت الحسن السفيرة الأمريكية قالت لنا ممنوع نستعمل دولاراتنا وبلغتنا عبر عدة يعني أشخاص بما فيهم ممثليها بالحكومة اللبنانية قلت أنا خطاب واحد من السيد حسن خليهم يتراجعوا وسمحوا لنا وقتنا نرجع نستخدم يعني مليارين دولار ونعمل اللي عملنا يعني الأمثلة موجودة بكترة حتى لي واحد ما يقول هايك والإمكانية الخرق موجودة بكترة فمعنا هلا ليش أصروا أنا بحكي بس على إياس تجربتي الضيئة ما نحن بحكم الصحافة وموضوع المال والاقتصاد بزيرونا يعني من السفرات ومنلتقى فيهم بتجيوا فو الدولية وبتلتقى فيهم وبنحكي مش بس اقتصاد بحكي سياسي واقتصاد هلا عم بحاول تتواضع عم نعرف أنه عندك كم كبير من المعلومات عم بحكي عم بحكي بفعليا على الشيء مجريات بالكواليس عفوا عم بحكي عن هذه الأنطة بالتحديد طيب أنا كنت بفرنسا من فترة بسيطة قبل الانتخابات النيابية وقبلت مسؤولين فرنساويين معنيين بلبنان وبسوريا وبكل المنطقة وصار نقاش على الانتخابات النيابية ومثل يعني بعد أحداث طيونة وبحكم أنه مكتبنا هونيك والآخري زارنا عدة وفود يعني للأطمئنان وللنقاش يعني غربية كان الحديث عن الانتخابات كأنه واحد فينا بالمريخة واحد فينا بالأرض ما كان عندهم قناعة كاملة كل الغرب بأنه؟ أنه الموجة الشعبية المعادي لمحور المقاومة والمعادي للطيار الوطني الحر والمعادي لما بعرف مين؟ كبيرة جدا؟ كبيرة ستكتسح اكتساح لدرجة مدروا شو لازم ينعمل عم نحكي أشهر قبل هذا الاستحقاقين عندهم هذي الطنيعات دكتور؟ أنا عم خبرك أنا شهر الماضي مش هيك شهر الماضي كنا بنقاش قبله بنقاش أنه في طارير عم تجيهون بتقول أنه لا يعني في تحسن ببيئات معينة وتغير وفي طارير عم تجيهون أن القوات اللبنانية عشوية مش راح تخلي لا درزي ولا شيعي ولا سني ولا رؤم أرثوديكس راح تضب كل العالم هكي هكي الحكي عم بحكيك يا عم مسؤولين كنا بس النائجون أو الانجي اوز بدون وبس تخبر العالم أنه يا عمي هده بلد أنا يعني بتمنى تجي له شي موجي تشقلبه شي نهار حتى يرجع يركز بطريقة معينة بس موجة إصلاح حقيقية يعني بس موجة إصلاح حقيقية يعني بس موجة إصلاح حقيقية موجة بتعبر عن الناس عن جاد مش موجة هيك طالعة فاللي صار فعليا أنه بلا كانوا قناعاتهم هيك أدركوا أنه في شي مش ضابط يعني أنا أحب تقول بمطارع بمطارع خدع هذا الخارج خليني أقول بالتقارير اللي كانت تقدم من الداخل أو ترسل له ليش بيحرب تموز هذا الخارج من قال له عند أول قذيفة بتنزل الشعب اللي بداني بديه مدري شو يعمل لمن قال له بكتير مرات هلأ له هذا الخارج كمان يعني ما هو أشوفي عن جادبة كمان كل فرنجي برنجي يعني نحنا عنا مشدوهين أنه هو ورا كومبيوترات بيحطوا سيناريوهات بيعملوا هيك ما هو بشر مثلنا مثلهم نحنا بعدنا عشين عقدة الانتدابات وهذا الارتهاب يعني أنا ما نو سر هلأ على موضوع روسية بس بلشت ما بيجوا بنقشوا كمان عموضوع روسية أنا قلتلوا للنقشوني لك ذكرتوني بأول أيام الحرب على سوريا يجوا يوقفهم قابلك يقولوا لك أنه السلك الدبلوماسي راح ينشأ الضباط عم بفلوا حال العالم مدري كيف شهر بفل النظام هيدا الحكي حكوه عن الرئيس بوتين حكوه عن ضباط الجيش الروسي كيف بدون يفلوا أنا كان جوابي كتير بسيط لك يا عمي أنتوا أكبر خدمة خدمتو للرئيس بوتين بس أنتوا قلتوا أنه تشايكوفسكي ما منع زفله موسيقى وإذا عزفناه نيكولاي جوجل قبل الثورة البلشفية مدري قداش منعطوله كتبه فرقة البلشوي مناعته أنه بلندن انتوا ما عم تحكوا عن نظام عم تحكوا عن روح شعب هيدا هيدا الشوفينية بس سيرها القدي ما بعود يفكر حدا أنه يحلل لهذا السبب عم قول هولد خدعوا صدقوا عن جد كم حدا بيطلع على التلفزيونات كم حدا بيطلع بيحكي كلمتان إنه هول إذا طلعوا وحكوا هايك صاروا الجمهور الكاسح هايك بس كان لافت إنه كمان اليوم تصريح يعني شانكر إجا إذا بدك قبل كم يوم من الانتخابات خلينا نقول عشية الانتخابات النيابية اللي كان فيها اعتراف واضح بفشل يعني كل ما تم العمل عليه من منذ 17-20 وصولا إلى موعد الاستخابات لأنه يبدو فيه خيار أخدوه بأخر لحظة بس إجتهم تقارير جدية أو وصلوا طاعة الحقيقة بأنه؟ أنه الأداة القديمة أحلام الأداة الجديدة خلينا على الأداة القديمة وبالتالي اليوم سيتم التعاطي مع هذه الأداة القديمة هو هيك عم بيصير هلأ في عناصر طلعين يعني ممكن تاخد حقها تاخد فرصتها في عناصر جدية يمكن هيد العناصر مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي العناصر يعني الوافدين الجدد اليوم إلى مجلس النوار يعني في شخصيات بعدين لو كانت هي استفادت بالصدفة أو مش بالصدفة من موجة معينة بس في ناس عندهم جذورهم بالبلد عندهم تاريخهم في ناس عندهم رؤيتهم ومستملهم مش مرتبطين بسفرات أبدا يعني الواحد تيحكي من البلد كلهم يعني في عم تقول أنه في مشهد متنوع أنا أنا بدي أقول لا القوى الأساسية هي ملايكة ولا هوليك شياطين لأنه كمان بالقوى الأساسية كمان في ناس العلاقة بالسفرات وفي ناس بغيره في ناس فاسدين كل هؤل موجودين بكل هالتركيبة موجودين هلأ التصريح تبعه أنا متل ما فهمته بل كي غلطان أنا هيك فهمته أنه كان إعلان أنه نحنا ما بدملك إلا قديمك فرجعوا على السيستام القديم هلأ الإجداد بس فاتوا يعني وبرهنوا عن قوة وعملوا خرق معين وفاتوا لجوه حسب أداءهم بدوا يشوف كيف بدوا كيف بدوا يصير هلأ جالسة مبارح المبارح البعض أنه كانت كنومن إذا بدك إشانتيون عن مجريات الجلسات التي سنشهدها في قابل الأيام كيف يعني قرأت المشهد خليني نقول بالشكل قبل ما فوت إلى المضمون يعني اللي بيان كمان أنه تحت عنوان التغيير بتحالفوا مع قوة السلطة يعني وكل الشعارات التي رفعت في السابق سقطت من بارح داخل مجلس المبارح ما هو الحقيقة يعني أكيد هلني متميزين عن بعضهم مش بلوك واحد هدا أكيد يعني أنا مثلا بنسبة لأنه موضوع سلاح المقاوم موضوع أساسي هدا موضوع له علاقة بالهوية بالانتماء له علاقة بالنظر للبنان يعني هدا هدا كتير موضوع خلافة مش هدا موضوع يعني عابر مش بيغض النظر هدا ما بيركب هيك يعني طب الموضال الداخلي ما مستح لي حدا يعني يطلع يقول أنه صندوق النقد عنا ملاحظات عليه أو التركيب الاقتصادي بقى ما في ناس كانوا جزء من التركيب الاقتصادي والماليه ما في ناس يعني غتنوا بفعل هال ممارسات اليوم هني عم يشكوا فيها دكتور ما استوقفك أنه كمان اليوم لما رحنا إلى يعني إذا بدك الاتفاق الأولي اتفاق الإطار اللي صار مع صندوق النقد وأنه نحنا كنا يعني نسمع مواقف سابقا كانت ضد وكانت عم تقول أنه آخر شيء وصفات صندوق النقد ما بتوصل إلى إلى يعني معروفة شو هي بتوصل لدمار وأنه آخر شيء هيدا بتشتغل الوفق المصالح الغربي لهذا البلد ما استوقفك أنه هيدا اللهجة كانت خافتة وأنه لأ صار في قبول على الأقل ولو مبدئي أنه لم يعد هناك أي خيار إلا خيار صندوق النقد الدولي وفيه يعني أخذوا عطى بهذا الموضوع طالما هيدا القوى ما طرحت بدائل جدية والبدائل متاحة وموجودة يعني وما اشتغلت على بدائل أو على خيارات تانية طالما ما عملت كل هيك خوف حقيقي أنه آخر نهار تقول لا حول ولا معنى إلى صندوق النقد بس هي رحبت بهذا الانتفاق بالإطار ما هي رحبت وصار تخبر خبريات أنه بكرة على القطعة كل واحد وشروط أنا بالنسبة لأني مش لأنه موقف هيك يعني إديولوجي أو موقف هيك موقف عملي إله علاقة يعني أول شيء بمعرفة الأشخاص بالسندوق خلينا نتذكر كمان ما مدير السندوق طبع شهر الأوسط كان وزير مالي في لبنان عمل مستشار لفترة طويلة يعني نحن نعرف كتير منيح أنه جزء من السيناريو لنعمل لنوصل لهون مش كان صدفة أنا على القليل ينبلغ ثلاث أربع مسؤولين من أكثر من سنتان ونص بأنه؟ أنه في حدا كان لازم ينشال من محله نتيجة ارتكابه لخطأ جسيم بالسندوق لم يعني ما ينشال من محله لأنه نقال بعد سنتان عنده وظيفة كبرى في لبنان أنا شخصيا مخبرهم لناس أنا سمعت أبو واشنطن بدا أنت وجيت قلت لناس هون والوظيفة بأمتياز بأمتياز والبعض اليوم مبسوط أنه بالك من رجع من يجيبه و بالك من رجع من نعتمد عليه يعني لهذا السبب عم حاول كملك اللي عم بتقولي أنه أنا لا مش بس خايفان من هالخجل ومن الترحيب أنا خايفان مثل كل شي ما هو العاجز شو بيقلك العاجز أو متورط أو المرتبط بلك ما في خيارات هيدا الخيار المتاح نحنا منحاول نحسنه يا خيمانا مختلف معك على أساس الخيار ما عملك هيدا الخيار كمالي للشي نبلشناه من ثلاثين سنة فده مش بديل عنه ما فيك تطبيلي ديناية أنت وتسب الخيارات اللي تاخد ثلاثين سنة ويخش تقلي صندوق النقد بالمقابل كمان في رأيي بالبلد بيقول أنه أنت بتمثل اليوم هذا الخيار الشرقي كحسن مقلد اليوم كخبير اقتصادي بالمقابل بيقولك أنه لا بلا إحنا ما بقى في عنا إلا خيار الذهاب إلى صندوق النقد الدولي طالما أنه أنت اقتصادك مدولة وطالما أنه أنت اتجاهك كله أو أنت حاطت إذا بدك البيضات كلها في هذه السلة وبالتالي أنت مرحت إلى اعتماد خيارات أخرى ومبق عندك إلا هذا الخيار أنا بالنسبة لي إليه خيار صندوق النقد هو آخر حلقة من تدمير البلد هذا بالنسبة لي إليه لأنه أنا بعد شايف بالبلد في مقومات إلا علاقة بالأصول طبع البلد إذا اليوم نحنا أصول البلد ما نمنع بيعة منتيح إدارتها استخدامها بأي شكل بدناي بس نمنع بيع الأصول تعود أن نحكي بعشرات الخيارات المتيحة ساعتها ضمن هذا السقف فينا نحكي وبرواء بس أنا اليوم كل المسلك اللي عم تسركوا القضايا كله 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 المسلك اللي عم تسركوا القضايا ما بيوحي بلحظة وإحنا عم نحافظ على الأصول وأكبر دليل أنا ليش لا أستم الورقة الفرنسية وكتابت ضدها لو إيش الورقة الفرنسية قالت البور والإنترنت والكهرباء وهي طلع نضبهم صحيح يخي هول تسنيدهم واحده بيجيب لك 30 مليار دولار مش إنه 7 مليار دولار وهي طلع نضبهم التليفون واحده كان يجيب تسنيده على 4-50-16 مليار بلك هلأ نزل مع نزلت البلد بس مش نزل لدرجة صرت بكبه يعني بعد البلد فيه إمكانات بعد البلد فيه إمتيازات معينة فيه قصص معينة بعد إذا حسننا استخدامها منحسن استخدامها بس اليوم أحد شروط صندوق النقد الذهاب إلى بيع أصول الدولة دكتور بحسب الاتفاق الإطار اللي صار ما صار فيه ذكر لهذه الأصول أول شي الاتفاق الإطار مع الموظفين يعني هذا يعني كان عكا بتقول إنه ما بيعطيه صفة رسمية أكيد ما بيعطيه صفة رسمية هذا أصلا عمل قبل الانتخابات يعني ب كمان بترتيب سياسي لك بدلك شغلك بريس 2 بس كان عمد السياسة كان صندوق النقد ما بده ما بده ومش طرد إنه وضع ما بيحمل ومش قبلين بريس 2 ما معتبر إنه بريس واحد ولا شي تطبق منه فلنش ما روح على بريس 2 وأول زيارة راح الرئيس رفيق الحريري على بريس 2 كان جورج بوش هونيك وأنا كنت بالطيارة كنت بالوافد اللي راح يعني ونعرف كتير منيح يعني حجم ردة فعل الأمريكان اللي كانت سلبية وصندوق النقد راحوا هن شافوا الصندوق نحن شفنا صندوق النقد يعني كصحفيين وكان نعرف صندوق النقد وسمعنا حكي يعني ما بينحكى وقته لأنه الأمريكان كانوا غضبانين كانوا معتبرين جارور الملك فهد وهو جارور واحد والآخر نحلت بالسياسي وقت ما نحلت بالسياسي اجت بعثي من صندوق النات كان فيهن واحد أرجنطيني وقته نحكي اسبواني منيح فنحن نعرفه فأجي لهن اجينا قرار انه تنائحا منقول انه هذا برنامج جيد وممتاز وكويس ونحنا محتاجين 6 شهور لتقييمه مثلونا شو بيعني هذا اللي بيعني عم نخطب الختم منذ ما نقول ايه هال 6 شهور كيف تشتغله الله بيفرجه بس هدا قرار سياسي هيك القصص هدا الاطار اجابي لحظة من اللحظات بدنا نعطي اشارة ايجابي للحكومة اللبنانية قبل الانتخابات النيابية بدنا نعمل شغلة معينة بس هلا بعد الجاد كله ما بيان بعدين فيش حدا فهماش بيطلع نائب رئيس وزارة بيفسر شي بيطلع رئيس الحكومة بيفسر شي يعني كل واحد بيحكي كل واحد بيخبر ما يطلبه المستمعون يعني هيدا هول هيدا الحديث الداير بس لكن روسيا هيدا دليل انه نحنا لا نمتلك رؤية موحدة وبعد ما في اذا بدك شو يعني اذا مش قادرين نروح الى اتفاق حول الرؤية اللي يجب اليوم اعتمادة اي رؤية موحدة بيكون مبنية على عناصر ثابتة مشتركة الى علاقة هال عناصر ثابتة مشتركة كل واحد عم بيغني عليه لا اعتبارات مصالحه اعتبارات انتماءاته الداخلية والخارجية هو كيف يشوف الأمور الراحة الى اخرى عم نحكي على صعيد حكومة دكتور عم نحكي على صعيد خطة وضعتها هذه الحكومة عم نحكي على صعيد صندوق نقد الدولي اللي عنده شروط واضحة لا لبسة فيها خلينا نقول غير قابلة للتفسير كل مراهن انه بيجي بكرة شي حدث سياسي خارجي شي وساطة سياسية معينة بتركب الاقصاص بتشوف شو منعمال يعني انك انا قابتقول نحنا بمرحلة تضيع الوقت او منعب الوقت او هذا الفراغ يعني بما يطلبه المستمعون مثل ما حدثتك قلتا نحنا بعدنا عم نضيع وقت تحت شعار عم نشتري واحد يشتري وقت اذا عنده شي يشتري وقت اذا محتاج الوقت ليقدم شي نحنا ما عم نعمل شي نحنا عم نضيع وقت نحنا عم نشتري وقت بثمن غالي جدا وعم نكبه وعم نحرقه يعني هي تعبر عن حالة انكار ولا حالة فشل ولا حالة ارتهان كامل يهدأ الخارج لا مش بس الخارج حالة ارتهان للخارج ارتهان لمصالحهم بعده لحد هلأ يعني يعني في مسؤولين اليوم اليوم بكل هذه الازمة اللي صارت قطعت شغلات بالحكومة شغلات خاصة فيهم مني مصالحهم الشخصية قطعت هلأ هلأ هالجمعتان ثلاثة ولو ما كلنا منعرف في مؤسسات بالبلد تخصصت بالزمان خلص عقب تخصيصه هلأ اتجددت في شي مش طبيعي يعني في شي اليوم اليوم اذا واحد بده يعطي عن حاله موديل مختلف بده يوقف ويقول انا اليوم طالما بسدة المسئولية انا وبسدة المسئولية ما بدي اعمل شي مع القطاع العرب ديبراك اليوم في صعوبة صار للتوصل الى يعني اذا بدك تفاهمات مشتركة في ظل الواقع اللي افرزته الانتخابات النيابية يعني اليوم البعض بيعمل اسقاط على مشهد مجلس النواب بالامس في ظل اذا بدك الاتجاهات المختلفة اليوم وقديش هيدا قد ينعكس كمان اليوم بموضوع الحكومة وموضوع تركيبة هذه الحكومة وبالتالي هيدا يصعب امكانية الوصول الى حلول ورؤية موحدة شوف بالمبدأ بالمبدأ يعني الواحد بيحس هيك بالاحساس انه احنا باقيين بحكومة تصريف اعمال مع بلك نفس الرئيس بتكلف لمحطة الرئاسي حكومة تصريف اعمال براك ما في امكاني ان نروح اليوم الى لا تكليف ولا تأليف وهي سابقة انه نروح الى رئاسة جمهورية في ظل حكومة تصريف اعمال بلك حدا مراهن من الوقتها بصير في فيالنا بعد في ريهان اليوم في ظل هذا تعثر بس فيه تعثر كبير اليوم الاسرائيلي نعم يلعب دور اساسي في هو اللي هو التخبط الامريكاني طيب بس ما فيه ضغط كبير اليوم كانوا ماشيين الامريكان ما كانوا شايفين اسرائيل بس انه هلأ شوفي اليوم اليوم الامريكان بس عنا هون بعضهم قوية كتير يعني هلأ عمستوى العالم يعني شوفي الموقف السعودي والاماراتي مثلا من موضوع اوكرانيا ما بيخلي الواحد سأل سؤال شو عم بيصير بالعالم يعني هذا التحول كبير اليوم فيه تحول بالعالم تراجع بالدور الامريكي يعني الفضيع من لا تحول بس عمول انا انه بل كي بيصير فيه شي بالمنطقة من هلأ انتخابات الرئاسي بيغير اللوحة بس اذا عم بتطلع بس بالعناصر الداخلية كعناصر داخلية وبحجم الخطاب القائم انا كتير بس نصعب بس نصعب كيف تكليف رئيس حكومة كيف تكليف حكومة عن جد كيف يعني انتخابات رئاسي يعني عم تقول انه ما في نضوز اليوم لعناصر اي حل مرتقب لا على صعيد الداخلي ولا على صعيد الخارجي ليه هو صعيد الخارجي لا على صعيد الخارجي انا عم قول انه فيه عناصر بتركب حجم مصالح الدول تفرد بتركب بتركب في دول برا في دول اليوم حجم الحوار الايراني السعودي كبير السورية اللي عم بيصير فيها اليوم من خطوات سياسية ومن قصص أستانة وغيرها في شيء كبير عم يتحضر يعني نحن أمام تحولات كبرى على صعيد الأقليمي والدولي هاي دي بآخر شيء بدأت ترجم بإنعكاسها على الوقع داخل الأنبنان إن شاء الله يضلوا عنا شيء يعني وقف عجريه من هلأ لوقتها بس لأنه عدم اتخاذ خطوات عم يكسرنا جرينا يوم بعد يوم خلينا أطلع بفاصل أخير ونقرأ في هذه التحولات لحدتك عم تحكي عننا عن البعض بيقول أنه لأ هاي دي عم بتطول أمد الأزمات فيما يتعلق اليوم بالتعثر على صعيد التفاوض الإيراني الأمريكي مشهد أوكرانيا اليوم ويعني اللي خلط كل الأوراق هذا التراجع بالدور الأمريكي ولكن مثل ما حضرتك إليت آخر شيء في حماية أمن إسرائيل ومصلحة إسرائيل هي درجة أو هي مصلحة أساسية وهي هدف أساسي وكيف سينعكس على المقاومة في الداخل اللبناني بعد هذا الفاصل الأخير نصري المحوى الأخير في هذا الحوار من 90 دقيقة مع الخبيل الاقتصادي دكتور حسن مقلد دكتور يعني اليوم فينا نقول أن نحن أمام توازونات جديدة بعد الانتخابات النيابية وكيف ستترجم هذه التوازونات في الداخل اللبناني ربطا بكل التحولات الخارجية حضرتك قلت أنه فيه يعني فينا نحكي عن تحولات أساسية قائمة اليوم على صعيد الحوار السعودي الإيراني ما يجري على صعيد التفاوض الأمريكي الإيراني على رغم من التعثر اليوم الحاصل قديش اليوم مشهد أوكرانيا خلط كل الأوراق وضغط بأكتر من اتجاه وبالتالي هيدا شو يصعب إمكانية الوصول إلى حلول في المدى المنظور أم ماذا؟ أول شيء المشهد الداخلي والتوازونات الجديدة للقائمة ما بعرف عن جد إذا تبلورت هذه التوازونات بشكل يعني اليوم مشهد مبارح بيّن أنه الأكترية عايمة فعلا لدرجة فيها تكون بهذا المحل هون بهذا المحل هون بهذا المحل هون مثل ما قاله أكترية تغب الطلب أو أكترية بالانفرق أو أكترية على الأطعى على رغم أنه البعض قال أنه بيّن مشهد مبارح أنه حزب الله وحلفائه كانوا كتلة صلبة إذا جلز تعبيرها فعليا القراءة للأرقام بتوحي أنه في كتلة صلبة حقيقية موجودة وفي كتلة عايمة ولكن رغم صلابة هذه الكتلة فيها على مواقف معينة ما تكون أكترية صحيح بس يمكن تكون أقل من غيرها بكثير لأنه يعني أنا بس بس نحكي عن غيرها يعني مثلا مثلا نحكي عن سلاح للمقاومة يمكن الشيخ نعيم آسم قال مرة المرات له في سبع وسبعين نائب هني عنده الموضوع المقاومة والسلاحة يعني شعلي بعتقد يعني بعتقد كثير صحيح هذا الكلام إذا واحد طلع بالأشخاص يعني أنا مثلا مثلا يعني تترع عبد الرحمن البزري يعني مش للنقاش الموضوع تترعوا مساعد اليسي جرادي يعني مش رح أذكر يعني يسمحوا لي صحيح صحيح بس عم بعطي نمازج من اللي انحكي عنهم بالاسم أنه هول راس حربي يعني ضد الأكترية اللي كانت قائمة وهي مبرسة كانت قائمة الأكترية ولا لا يعني أنا هو هوني سؤال يعني أنا أنا واحدة من الشغلات اللي قلت لأحد المسؤولين يعني قلت له عن جد شو بدكم بالأكترية يعني عن جد مش عارف شو بدهم بالأكترية إذا الأكترية بدون إياها مشروع مصفيمة وأطع مشان هيك قالولنا أنه تحرروا من هذه الأكترية بعد هذه الانتخابات يعني ربطاً باللي حضرتك قلت له لا لا مش ربطاً بس بل كي أنت قاطعوا بل كي هيك أنا دايماً بكرد شغلي وبينزعجوا منها البعض أنه بالألفين وتسعة وقت ما كانت بقوة ثمانية أذار آتلي حالة لتأخذ الأكترية كان في سفقة عم بتسير ما أعرف كانوا هني مشاركين فيها ولا مش مشاركين فيها هايدي السفقة كانت بتفترض ما يصير فيه أكترية لأنه كان فيه مشروع عقلية بالديولاد هو السينسين ومنه سر ومنه سر أنه زحلة حسمت وقتها الأغلبية للميلة التانية ومنه سر أنه أعداد المجنسين اللي إجت وقتها من سوريا على لبنان لعبت دور بهذا الموضوع يعني هيدا هيدا عم بحكي المشهد العام ما بحكي بمشهد الخاص لأنه بعرف بالمشهد الخاص أنا شون قال لي وقتها وكتبتها بمجلة الإعمار الاقتصاد بمونشاة استدادا لمسؤول حطيتها موشاة مثل ما هي هلأ كتبتها واللي أنا نقال وقتها لا مصلح علىنا أنه يكون فيه طرف هو عنده الأكترية الواضحة وقتها هيك يعني كتبت مثل ما هي أنا كتبتها وبل كما كنت مقتنع فيها وكما هيك تصرفت مش على أساسها بعدين بعد نتاج الانتخابات في اقتلة وقلت أنه كان لازم واحد يعني يتوقف عنده يتوقف عنده صحيح لهيدا السبب قبل الانتخابات هيدا أنا كنت عندي انطباع أنه بلك المطلوب أو أحسن سيناريو بيسمح بتسويات هو هيدا الشفنة يعني برأيك بيسمح بتسويات لأنه البعض بقول أنه هيدا أقصى الآن خارجية أنا النقطة التانية بدي أحكي فيها إذا هيدا التوازنات ما بتسمح بشي داخلي ما هي كيف مكانة التوازنات شي الداخلي للأسف برجع بقول للأسف تاريخ لبنان كله هيدا إذا ما في شنجل مع الخارج والخارج بده ما بتركب صحيح هيدا اليوم أحسن شكلي بيركب إذا فيه قرار من برف بس أحسن شكلي بيركب لأنه هيدا يمنع الإمكانية التوصل إلى تفاهمات داخلية هيدا بعرقل هيدا آخر شي بحطك بمطرح فيه بلوكاج يعني بس ما هيدا هو كان السيستام وصل على بلوكاج شو السيستام يعني الحد اللي صارت انعكاس على الأرض بكل الأسباب الخارجية بس اعتكاف الرئيس ساعد الحريري عن انتخابات شو شغلة مسحة شغلة هيك بتقطع ببلد يعني لهيدا السبب عمقول إذا بره فيه نضج لتسوي ما بغض النظر مش عموصفة إذا منيحة ولا مش منيحة بس إذا في شي بده يركب هيدا منه قليد يعني هيدا اليوم هيدا بلكي بيكون العامل المساعي هلأ في ناس عندهم رأيه بلكي هالمجلس ما بيعيش سنين في ناس عندهم رأيه مئة ألف شغلة بس أنا بحكي اليوم بالمشهد اليوم ما هم بيين بس اليوم يعني البعض بقول انه حتى لو ركبت هذه التسويات الخارجية يمكن لبنان عم بيكون بآخر إذا بدك يعني الاهتمامات والأولويات عند هذا الخارج بالتالي قد يطول موضوع يعني دخول لبنان بمبارث مرحلة شو لك أنا مش عم بنقول لا تحليل ورزي عم بقي نقاش مع بعض المسؤولين للخارج ليهني رأيه انه لا لبنان اخر حدا ايه مضبوط مش لأنه مش اهتمام لأنه لبنان فاعل أول مرة لبنان في قوة فيه فاعلة بسوريا فاعلة بالعراق فاعلة باليمن في قوة فاعلة عن جد فاعلة طيب يعني تعم تقول انه حزب الله فرض لبنان ورقة اساسية اليوم لهيدا السبب لهيدا الخارج اليوم بيعتبر حاله ما في وجع حزب الله إلا بالورقة الاقتصادية والاجتماعية ولهيدا السبب بديو يعمل تسويات بالمنطقة بديو يوصل على لبنان ما إذا إذا فلت لبنان من أول مرة بيعتبر يعني يخسر أداة ضغط أساسية بس بعده مقتنع بأنه فعالي هذه الورقة لناحية أنه هو كل اللي عمله واخر شيء وصل إلى استضم بنتيجة انتخابات بيانت عكس كل ما تم الرهان عليه يعني بعده هو ماشي بنفس الاتجاه بنفس الزخم فينا نقود شوفي أنا بس حاجة قبل شوي على المسؤولين بالخارج وكيف بيقروا ما أنا يعني بعرف في ناس قريوا بالخارج مجرد انتخاب الرئيس نبيه بري بخانسة وستين صوت في ناس كتبوا تقارير أنه هني عملوا بطولات لأنه صار هاك طيب ما عم بحكي بس أنه أنه إيه بس في ناس كانوا عم بقولوا لهذا الخارج كمان بعد الانتخابات أنه نحن نمثل أكثرية وقدرين على صناعة هذه الأكثرية وعلى تركيب ما عم بحكي بالناس اللي يخبروا الخارج عم بحكي على الخارج دغري أوكي مباشرة مباشرة كريميك عم بقول لك أنه لأنه برجع بقول لك مشكل شي فرنجة بريجة ما هول ماعتبرين أنه أنه لا أنه هيدا أسمرت ما في ناس ماعتبرين هيدا الحصار أسمر في ناس ماعتبرين اليوم بشكل جديد يمكن يكون معهم الحق أنه هيدا الانهيار اللي عملوه اليوم اعلم أنه كم يتطل terrorist حتى هناك بصدر نظر رأينا بuallyبنان كيف كان المركب لبنان تركب على مرفق وباليه ليحلوا على قريتا اللبنانية لعامة المصرف ولاعب قريتا اللبنانية لدمرت المرفق ولاعب ق DNS المصرف لأخذ أرار في اعتمادهم بالأثاث لهذا السبب يمكنها الانهيار هذا اليوم ايه جبلك بكرة مثلا مصارف أجنبية هلأ الناس مبسوطة انه مصارف أجنبية اوكي هو زعران ايه هو زعران بسمه هول هو زعران تعلم عندي زعران اللي برا هوليك مش يعني اقدم بكتير بعدين انه ما احنا عشنا تجربة قبل الحرب الأهلية كيف كان القطاع المصرف يمتطر عليه بالكامل القطاع المصرفي الأجنبي ما هو خلال الحرب وبعد ما فلت المصارف صار القطاع المصرفي اللبناني هو اللي مسترق على قطاعنا المحلي بس وين كان باوك البريطاني كان كل حتى هول اندوسواز كلهم هول كانوا بنوك أجنبية اشتروها اللبنانية يعني عم تقول بس انتهى الدور اللي كان يعني يراد للبنان أن يلعبوا طيلة الفترة الماضية من خلال يوم موضوع المصارف المرفأ شوفي بلاحظة من اللحظات خاصة بإخر إيام إذاة ترامب كان فيه قرار أنه قائل لبناني روح على الانهيار وقته كان معروف في دورة خليجية كانت ماخدي قرار كان في حد عام بهديها ركبوا مع بعضون طار البن بلاحظة من اللحظات مع إدارة بايدن بس إيجت هدوا اللعب ما كفوا بهذا المشروع صحيح أنا في يقول لك إذا لبنان بعد عنده دور على هذا المستوى لبنان سوريا العراق الأردن هالأربع مع بعضون بعدوا اليوم عكل المصايب اللي وقعنا فيها عندنا بعد شي نعملو وعلى رغم من قانون العقوبات والقيصر وكل ما يعني أنا هم بحكي هلأ ما هني ساتلي بدو جزيحوه على جنب كربال الكهرباء بس بدو بس ما هني أفرجو لك عن التوقيع بس إنا بلشنا حديثنا أنه فيه متغيرات صحيح ما حكينا عن أكواني أنه أماركا ما عادت بعد أماركا مبارح رئيس بوتين ما تفطلع يقول عم نعمل نظام مختلف يوم سبيربونك حطو أطعوله السويفت بعد خمس دقايق أعلن أنه هو عم يواصل شغله بشكل طبيعي على سيستام تاني صحيح يعني أنه في شي بالدنيا عم يتغير بس كنت عم بحكي عن فكرة بس لأقول أنه نحنا إذا عن جد فكرنا محليا وإقليميا نحنا كلبنانية وكعرب مش ضروري دائما نفكر الأمريكاني شو بدو الفرنساوي شو بدو بطني شو بدو نحنا بعد رغم كل اللكاثات اللي أصبنا فيها بعد إلنا طعم بمجالات إذا تطلعنا بالفضل السوري العراقي الأردني بس ما نحنا هيدا إذا مش موجودة عنا دكتور بعدك حضرتك عم بتقول أنه نسبة الارتهان لهذا الخارج أكبر بكثير من نسبة إذا بدك يعني الانتماء الوطني والمصح الوطني للأسر بلح صارتني شهرين عم بشتغل يعني حتى يعني يوم اللي طلقت قصة المصفيت وطاقة الشمسية وصار اللي صار يعني عملت هيك تصريح صغير بس وحاولت يعني انكفئ البلكي بعد الانتخابات يعني نقدر وبعدني هلأ عم مراهنة شوية على شوية إعادة تفعيل هالمشاريع إذا هاي ربطا بيشو بنتيجة الانتخابات عم بيكفئ لأشتغل بعض الشغلات صارني سنتان أنا ما بيشتغل يعني بس عم بيشتغل هنو قررت أرجع أشتغل قررت أرجع شوية بابو اشتغل يعني لأنه هيك كرميل هيك بس بس آخر شي بتقليلي بس هيدا علان يأس لا لا كنت رح قللك هاي الجملة بس هيدا مش يأس هيدا بيعني انه آخر شي عملتي كل شي فيك تعملي على مستويك حضرت كل شي فيك تحضري لا تجي ظروف أفضل يمكن هلأ تسوية معينة ترجع تفتح هالقصص بكثير طب بمعرض حديثك تتحدث أنه اليوم يعني هذه الدول الخارجية تأخذ بعين الاعتبار ورقة قوة لبنان اللي هي اسمها المقاومة اللي هي تلعب أكثر من دور بأكثر من ساحة وأكثر من صعيد طب هذه الورقة تحديدا خليني أقول أنه اليوم المقاومة موازين القوة في الداخل اللبناني ألا تعطي لحزب الله هامش لي ما بدي أقول فرض ولكن على الأقل يعني لتعديد الخيارات المطلوبة واتدفع باتجاه اعتماد مثل يعني هذه الخيارات اللي حضرتك عم تحكي عنا شوفي أن يعني المقاربي للفرد غير المقاربي لقوة سياسية لجسم كبير بهذه الطريقة الفرد دائما عنده هامش مرونة وحرية يقولي اللي بدوية بس الجسم اللي تقيل عنده اعتبارات وأنا مش عمبرر عمفسر بس التفسير وهذا حديث أنا بقوله بكل اللقاءات اللي بعملها خاصة اللقاءات اللي بيكون فيها أطراف موجودة محسوبين على المقاومة وبينقشون بقولهم أنا كفرد بتصرف كفرد ما في شي لا بيلزمني ولا في شي بيقيدني بس القوة السياسية عنده عنده اعتباراتها حزب الله إذا بدو يحكي الواحد إدارته للعملية الانتخابية مع أصدقاؤه يعني الواحد ما بيفهم عليهم يعني أوقات ما بيفهم عليهم بمعنى أنه يعني أو بين المرونة الكبيرة أو بين الديمقراطية الكتيري أو بين يعني طريقة انتقاؤ معينة هولا عم بحكي عن مسألة بسيطة قدام تعددية الخيارات بس ما مولنا ننسى أنه يمكن قد تكون مهم أصعب لا لأنه عم بدير تناقضات آخر شي أنا أنا ما بسمح لحالي حاكم حدا ولا يعني أعمل قاضي لا عملك قدش المهم صعب صح أنا الهنسة عم حاول قول أنه مبلغ أنا كفرد بفترض أنه هالقوة الكبرى هالقد اللي إليك كتير على غيرها واللي هي يعني عم عملت خيارات مثل المزهوط ومثل قضايا تحدد فيها شغلات حساسة كتير هالعدة طبعا محطة دم يعني بجرود ودم بجنوب ووينما كان هذا كله يعني منشاف كتير عمقول اللي بيكون هايك بيفترض الواحد أنه عنده إمكانية الفرض الحسم الإقناع بيقوي أنا عمقول بالانتخابات النيابية اللي هي حيوية لأله ما بيقمع ما بيحسم بيقول يعني وقال سيد حسن نصر الله عدة مرات نحن بطريقة حديثنا مع حلفائنا منحاول نقنعهم مرة واثنين واثلاثة اتنعوا وقال سبق تنعوا نحترم خيارهم أنا بالنسبة لألي يعني شو فيه أكتر من وطلع سيد حسن نصر الله بأكتر من ست خطابات أو سبع خطابات يحكي عن الخيارات البديلة كأنما هو يعني التفاصيلة فايت فيه أكتر من هيك شو مطلوب يعني كان بلك النواب وبلك الوزراء بلك المكانة الإدارة تضعت أكتر بلك بلك ضعتوا كتير وما قدروا يعني كان ما هيك عمقول إذا بالعملية الانتخابية اللي عم يشوفها هني بيتصرفوا هيك أكيد بهالأضايا بتصرفوا بطريقة بس هذا لا يعبر أنه إذا بدك ربطا بالخطابات اللي سبق الضغر الانتخابات النيابية أنه قد نكون أمام مسار مختلف بالتعاطي في المرحلة المقبلة لأنه كافي إشارات يعني واضحة إذا بدك باتجاه موضوع النفط والغاز باتجاه الشركات حتى اعتماد اليوم يعني شركات ما تكون شركات غربية وخيار الشرق كان يعني كمان حاضر أنا سمعت الخطابات كلها بسمعها باهتمام شديد وخالصة بس كون فيها اقتصاد يعني أكيد بس مع السياسي باهتمام ووطنيات بس أنه يعني أنا بلاحظة من اللحظات تفقلت أنه بالك بعد الانتخابات في شي ومنه السر يعني هلأ اللي عم قوله أنا آخر زيارة على موسكو رحت لأطلب طلب يعني رسمي من الشركة الروسية أنه أعطينا بعد شهر مهلة زمنية فعلية لأنه بالك في بارقة أمل أنه نقدر نعمل شي لأنه منه السر كمان الشركة قررت تنقل مصفيع بلد آخر خلص قررت يعني هلأت لك خلص الشركة اللي عملته مع لبنان يعني بيجي يوم ومنحكي ما بيتصدق يعني شركة عدلت أول مرة عدلت تاني مرة وفقت تجيب غاز لمدة سنة كاملة بدون لبنان يدفع فرينج واحد ببلد ما في كهرباء بدأت جيب له طاقة معمل كامل تضويله إياه من دون ما تاخد منه فرينج واحد بس في ذلك الحين لما حضرتك حكيت عن هذا الخيار قلت أنه الرئيس بوتين شخصيا وروسيا قررت دخول إلى لبنان في ذلك الحين هذي الشركة اليوم لما بتقلك أنه أنا قد أذهب إلى مكان آخر هيدا يعبر عن توجه روسي بترك لبنان في المرحلة المقبلة لا أبدا مش هيك هذا صارني أعشان صار مش مع الشركة طبعا صار ما نسألين الروس أسبوع الماضي بس كنت هوني لا كان الحديث بس عندنا أولوياتنا يعني اليوم في بلدان بدون المصفية يعني بدون عبكرة صبح المصفية يعني مش إنه يعني يعني لعراق بالدرجة الأولى يعني ففي بلدان بدل مصفية فهن جاهزين يعني ولكن هذا ما بيلغي أنه بطلوا مشاريعهم في لبنان ولكن مش رح ضلوا النطرين لبنان وموقفين بعض المشاريع لأنه في مشاريع إذا بتعمليها في لبنان ما بتعمليها بسوريا ولا بالعراق ولا بالأردن بتعمليها بمصر يعني موسعين الروس كتير بالمنطقة مش شوي ولكن هنعم حكي عن العراق تحديدا العراق اليوم بده 3-4 مصافي هن اليوم ما حجو يعمل مصفية هون المصفية هونيك بنفس الوقت في عندهم أولوية يمكن مباشرة نروحوا لهونيك يعملوا المصفية نحن عم نطلب منهم نعطونا شوية وقت وبصار الحديث ليل أنا كتبني على مؤشرات ما أنت حضرتك قلتني شوية أنه بالخطاب نقال كذا أنا عملك سمعت الخطابات بدقة بس أنت يعني بنيت على ما سمعتوا ولا على لقاءات مباشرة صارتوا حوار على الخطاب أنا طبعا المسؤولين بشوفهم كلهم يعني المسؤولين بالدولة اللبنانية فخامة الرئيس يعني بياخد إشارات قديش اهتمامه قديش هيك بس أنا لفتني خطاب السيد حسن نصر الله قبل الأخير قبل الانتخابات صحيح اللي حكى فيه بشكل قاطع بهذا الموضوع وأنا لأني يعني بوسق بكلامه فاعتبرت أنه هايدي إشارة كيف دعوة أيضا لأنه قبل الخطاب يعني نفس النهار الخطاب أنا سبق يعني واضطريت أطلع هذا المابل الوحيد اللي عملته يعني طريت أطلع لوضح المشروع لأنه كان عمين أهل المشروع يعني فيه صغرات صحيح فطلعوا توضحت المشروع حكيت عن الطاقة الشمسية وبعدها يعني مشكورة الوزير الطاقة طلع على الميادين وقال أنه هذا أكبر مشروع بتاريخ لبنان وقال أنه هيدا مليارين دولار ما بتاريخ الكيان إجا مشروع وإجا حدا نعرضه وقدم ملفاته بالطريقة كذا 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 طيب ولكن هذا مشروع بده يعني مجلس وزراء ومجلس نواب وبده وقت طويل لآخرين يعني يعني ولكن نصطدم بما نصطدم به عادة وبالتالي لا بنصل إلى لهيدا السبب أنا بس أسمعت الخطاب أخذت مبادرة وقلت أنه هكيك سنتين بالزبط عم نشتغل بالموضوع بيستهل بعد نعطيه شهر يعني حتى فيما يتعلق بموضوع شركات التنقيب واللي أشار له السيد نصر الله في هذا الخطاب تحديدا وحكي عن جهوزية يعني عند شركة شركات قد تكون تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على سبيل المثال وقال أنه فينا نروح إلى التنقيب بالمطارح اللي لا تشكل إذا بدك نقطة نزاع مع العدو الإسرائيلي هون شو هايدي كانت تؤشر على بدء مرحلة جديدة على الذهاب إلى مرحلة جديدة بعد الانتخابات نيابية أنا اللي فهمته بالخطاب هيدا فعليا أنه شي بيشبه بيشبه محطيطين أو ثلاثة محطات أبي يعني في محطة انتخاباتها بعلبك 2018 بس لها سيد حسن وحكي لأول مرة عن خيارات اقتصادية جديدة وشفنا وقته دخول الحزب على الملف الاقتصادي بطريقة مختلفة بغض نظر عن التقييم بعدين بس أنه دخل بقوي على الملف وبدأ واضح مواكبته لمحطة الثانية والتي كانت كثير جدية وقت الأمريكان استعملوا الضغط الاستثنائي وقت حكومة رئيس حسن دياب لأول مرة عن توجه شرقا ودع شركات الصينية والروسية والهندية للدخول للبنان وهذا كان مفصل منه قالين لمحطة الثالثة هي كانت وقت ما استقدم المزود وتحدى واعتبر الأرض السفينة الإيرانية أرض لبنانية تحميها صواريخ المقاومة بفتكر أنا الخطاب الأخير هو تمهيد لمرحلة بتشبهها أنه نحن بالآخر وهو قال بأحد خطاباته ما حدا يفتكر هذا السلاح اللي بأيدنا حدا بده يجوعنا وهذا السلاح بظل وعم تفرج عليه بأيدنا لهذا السبب بعتقد الكلام عن التنقييم وعن شركات إيرانية كمان السيد حسن بكل خطاباته عم يقرأ تحولات بالعالم ما فيه إلا هون مش عم يشوف تحولات بالعالم تحولات بالعالم اليوم تحولات كبرى جدا هائلة فصل انهيار الاتحاد السوفيتي الشناب التسعين وعالم القطب الواحد انتهى بطل في قطب واحد بالعالم هذه الحرب بأوكرانيا عم تصير مش حرب بين روسيا وبين أوكرانيا هذه حرب بين روسيا وبين كل العالم لمستميت ليبقى القطب الواحد بما فيه الأوروبيين اللي عم بيموتوا هن اللي هن عم يدفعوا حق على الحرب بشكل أساسي واللي بعضهم يعني مكافية فيها حجم التحول اللي عم بيصير حكومة ما حدا بيعرف وين بتروح وكيف بتخلص يعني قد تفتح على إذا بدك خيارات كبيرة أنا رأيي هذه الحرب لو وقفت بكرة أو بعد بكرة هيكون إلا أنعكسات هذه الحرب فتحت بالعالم وانتهت هذه الحرب فتحت هم بحكي بمجال الاقتصادي والمالي هذه فتحت على خيارات بين روسيا والصين والهند وإيران وباكستان عم تحكي عن العالم الحقيقي اليوم يعني أكبر كرست هذا الحلف بشكل أكبر وأمتن في المرحلة المقبلة يعني إحنا بخضام إذا بدك مرحلة انتقالية لذهاب إلى تكريس هذا النظام العالمي الجديد اللي لم تعود فيه الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي تمتلك زمام القرار على صعيد العالم بشكل موحد وعليه شو هون يعني بيصير فيها يعني بيكون إلا أنعكاساتها بيكون فيها أوجاع كثيرة تدفع ثمن الدول وهون الدقة تمتد يعني لسنوات طويلة نحنا صرنا عم ندفع ثمن من وقت قيام كيان الإسرائيل من 8 أو 40 اليوم ما حدا عم يتطلع فينا طيب فإذا فيش مرة عم يندفع ثمن بالمالي ماشي الحال أنا بأعتقد يعني فيه خلط أوراق عاك الحال منها شغلة عادية أنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تستسني روسيا بموضوع العقوبات بما خاص لملف النووي الإيراني لأنه بيعرف صيغة الاتفاق بيعرف تماما تماما أنه روسيا هي الضامنة هي بتنقل المالي التقيلة فما فيه اتفاق هون السؤال أنه كيف يمكن اليوم الوصول إلى مثل هذا الاتفاق طالما أنه روسيا هي الضامن لهذا الاتفاق بالوقت اللي أنت عم تتحارب روسيا وأمريكا صح بس وقتنا أعطت نص مكتوب لروسيا ولا إيران ولا المفاوضين أنه روسيا مستثنات للعقوبات بما خاص هذا الموضوع وبناء عليها انتهت هذا بفرجي بالنسبة لإليه أنه قداش الحرب هلقدي مستعرع كل الجبهات في مصلحة عند كل الأطراف يكفوا بهذا الخيار إذا كفوا فيه يعني كنا عم نسمع إذا بدك في بداية بدأ هذا التفاوض أنه فيه مصلحة أمريكية للذهاب ولي يعني توصل إلى اتفاق وكأنه هلأ إدارة بايدن ما بعرف قداش هي يعني البعض بيقول أنه تخضع لكثير من الضغوطات ومنكون عم نخفف من وطقة يعني إذا بدك الدور الإسرائيل لما منقول بس تخضع لللوبي الصهيوني أكتر من ذلك بكثير فيه تغلغ الكبير يوم ومش من مصلحة إسرائيل أنه يصير فيه هذا الاتفاق الأمريكي مع الجمهورية الإسلامية شوفي أنا دائما بعتقد المصلحة الأمريكية هي المصلحة اللي بتحدد كل شيء يعني أنا بعتقد تستخدم إسرائيل أحيانا كشمعة من دون تقليل من أهميتها لأمن أمريكا ومن دورة ومن حجم الدعم ولكن بكثير محطات وقت ما المصلحة الأمريكية تكون حاسمة إسرائيل تقعد على جنوب وإسرائيل بعد الألفان وستة وبعد يعني دورها وتراجع دورها وبعد ما اليوم غزة بتوقفها صارت على أجر ونص كمان دور إسرائيل تغير كتير وضعف كتير يعني لذلك السبب ما بعرف أنا فعلا إذا هي فيه ترتيبات أمريكية مطلوبة بالمنطقة قبل الاتفاق يعني مش قليل لأمريكا تفوت على التفاهم اليوم مع السعودية مبين أنه فيه حجم خلافات بعد كل هذا التناقض خلينا نقول صحيح يعني حسب أوكرانيا الإمارات والسعودية أنا كنت في فرنسا بحضرة من فترة بسيطة وكنت عم قول ذكرت رأم يعني قلت أنه إذا مناخد السعودية الإمارات العراق عمان وبعض بلد بفتكة قطر حجم علاقاته مع الصين 146 مليار دولار بالسنة بينما حجم علاقته مع الويت المتحدة الأمريكية عملكة بجالة نفط 26 مليار دولار فتتشوفي الفرق قده يوم الاستثمارات الصينية بالسعودية 42 مليار دولار في قطر 38 مليار دولار الأمريكان حطين 7 مليارات هون و5 مليارات هون يعني ما هو الدول كمان يعني هيدا حجم الاستثمار بيبين على الحجم طبعا لهيدا صبت بعمول أنه لا فيه متغيرات إذا بترجعي 5 سنين أو 10 سنين لو أرا كانوا تقريبا صفر يعني كان الأمريكان هيك وهو كانوا صفر هذا الواحد يرصد هالمتغيرات هل نقف الأمريكاني نابع من ضرورة إعادة ترتيب علاقتهم مع الحلفاء قبل هيك ولا عم نسمع بزيارة الأميرة محمد بن سلمان وبعد شوي بطير رصبه هو ملك يعني رئيس بايدن تماما بوقت كانت علاقات مش هيك ومذكر يعني زيارة مصد الشرق من القوم الأمريكية السعودية كانت زيارة فاشلة يعني لهيدا السبب أنه ممكن يكون فيه بعض العوامل اللي أخرت أو شيء أكتر من إسرائيل بس بهيدا المعنى مصلحة أمريكا اليوم أن يذهب لبنان إلى انهيار كامل ولا لا مش من مصلحتها لأنه هذا الانهيار بيصير لبنان بحضن إذا بدك المقاومة وهذا لا يناسب أو يتنافى مع المصلحة الأمريكية والإسرائيلية أنا بأعتقد بالوقت بفل ترامب الأمريكيين بيتصرفوا مع لبنان كأنه حافة الهاوي يعني هو كل يوم عم يتعب كل يوم عم ينهار أكتر بس بيش عم يسمحوا له يبج صحيح بينما أيام ترامب كيف قال لهم خلص انهيار خلص انهيار هلأ هيدا يعني بلك عم يساعدهم بهذا الموضوع نحن عم نتفرجها يعني اللبنانية اليوم هني عم يحتروا سينما يعني مش كأنه دمونا على الأرض يعني هيدا عم يحتروا سينما والمسؤولين مثلنا مثلهم بيحكوا وات العكس يعني ما في خاتمة آخر شي لكل هذا الفيلم يعني بلا إن شاء الله تكون هيا حال بس إنه طويل هيئته تعودنا دائما على الفيلم أمريكي طويل أنا عرفي بتجنب أعود مع مسؤول بس يقول لي يعني شو الحل ما الحل ما أراه يعني في مليون حل مقدام في مليون حل الأهل في مليون إجراء أنا قلت له أحد المسؤولين هديك اليوم بالمزه هو المسؤول بيسألك شو الحل طبع دائما يعني وظيفته إيجاد الحل قلت بالمزه هديك اليوم الحل بسيط نقيد كل شي عم تعملوه هذا الحل يعني نقيد كل الخيارات اللي عملناها من 90 إلى اليوم يعني غير راضي الله على خطة التعافي ولا على الأرقب أنا أكتر فيه كمان عامتلك حساسية طبعا طبعا حساسية مثل وقت يعني أعلنوا الانهيار أنه هذا يوم تاريخي تعثر معنون هي تعثر لا أنا توقف عن دفع طيب هديك الوقت أنت كنت مع أول أول بارت الشئ التاني الليه تكميلي صح أنا كل الوقت كنت أنهم فينا ما ندفع بس ما لأعلن توقف عن دفع في مية الطريقة طبعا ندفع ونظلنا مش دفولت مش يعني صحيح يعني للأسف ما بارف قديش اليوم الأسئلة هيكي بتعطينا واقعة يعني موجة خلينا نقول أنا أشكرك على هذه المشاركة معنا بعد هذا الغياب والانقطاع لنقول شكرا لك دكتور حسن مقلد رئيس تحيير مجلة الأعمال والاقتصاد أهلا وسهلا فيك شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة نلتقي الأربعاء المقبل وملاء جديد في تسعون دقيقة موسيقى 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 اشتركوا في القناة